لا يوجد أي أساس علمي يدل على أن استخدام أي من المكملات الغذائية قد يساعد في علاج الطراب فرط الحركة والشتة الانتباه الطراب فرط الحركة والشتة الانتباه علاجه دوائي بالدرجة الأولى وسلوكي بالدرجة الثانية مكملات الغذائية سواء التي قد تستخدم في بعض الحالات هي إما للتغلب على بعض الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل نقص الشهية مثلا أو التراب النوم مثلا ما عدا ذلك لا يوجد أساس علمي في استخدام المكملات الغذائية استخدام بعض أنواع الحميات في علاج الطراب فرط الحركة والشتة الانتباه لا يوجد له أي أساس علمي وإنما قد يستخدم من البعض ظن منهم أن هذه الحميات قد تقلل من فرط الحركة لطفل وهي في الحقيقة تقلل من وجود مواد وعناصر مهمة للطفل مثل السكريات التي لا يعمل عليها مثلا الدماغ إلا على السكريات فيقلل من هذه المواد المهمة لبناء جسم الطفل وحيويتها وبالتالي يشعب الخمول والكسل إذن هي مجرد إخمال الطفل أو جعله كسول بهذه الحميات دون علاج حقيقي لحالة فرط الحركة والشتة الانتباه ترجمة نانسي قنقر